شاهدين تنطلق بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين بمباراة العراق وعمان على ملعب جذع النخلة في الوسرة بعد غياب للعرس الكروي الخليجي عن أرض العراق لعقود ومع قرب انطلاق البطولة الأبرز على الساحة الخليجية تبرز إحصاءات وأرقام على مختلف الأسعدة حيث تتصدر الكويت قائمة أكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس الخليج بعشر مرات بينما يتقاسم كل من المنتخب العراقي والسعودي والقطري المركز الثاني برصيد ثلاثة ألقاب لكل منتخب مع حصول الإمارات وعمان على لقبين والبحرين على لقب وحيد ويعتبر المنتخبان الكويتي والقطري صاحب أكثر المشاركات في بطولة كأس الخليج اتشارك منتخب الكويت وقطر في كل النسخ الأربع والعشرين الماضية حيث خاض منتخب الكويت مائة وثلاثة عشرة مباراة في حين لعب المنتخب القطري مائة واثنتين عشرة مباراة في بطولة كأس الخليج هذا ويتصدر الكويتي جاسم يعقوب قائمة الهدافين في بطولة كأس الخليج تاريخيا بتسجيره ثمانية عشر هدفا بينما يأتي في الوصافة مهاجم المنتخب العراقي حسين سعيد بالتساوي مع اللاعب السعودي ماجد عبدالله برصيد سبعة عشرة هدفا إذن مشاهدين كان هذا العرض التوضيحي حول بطولة خليج خمسة وعشرين والتي تستضيفها العراق في محافظة البصرة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة